موسيقى اهلا وسلم بكم اعزائنا متابعين في درس اليوم سنأخذ مجموعة من الجمل المهمة في الحياة اليومية وكيف من الممكن اقول بالالماني تشمشي غريب او تشمشي قاعد يحترق الرائحة هذه تشبه شيء معين والمزيد من الجمل المهمة في الحياة اليومية ما اطول عليكم وندخل بالدرس بشكل مباشر كيف اقول بالالماني بتشمشي ريخستو ادفاس ريخستو ادفاس بمعنى هل تشم رائحة شيء ما طيب كيف اقول انا عم تشم رائحة غريبة انت بتشم رائحة غريبة ايضا ريخستو او ادفاس كوميشس ريخستو او ادفاس كوميشس يعني هل تشم ايضا رائحة غريبة كوميش بتجي بمعنى فكاهي او مضحك او غريب لها عدة معاني على حسب استخدامها في الجملة طيب كيف من ممكن نقول هذه الرائحة تثير اشم ازازي بمعنى هذه الرائحة تثير اشم ازازي بمعنى هل تشم رائحة شيء يحترق طيب كيف من ممكن نقول بالالماني يا له من شيء مقرف هذا الشيء مقرف يعني هذا الشيء مقرف كيف اقول الشخص معين انت شخص مقرف دو بيست ايكل هافت دو بيست ايكل هافت طيب كيف اقول انه هاي رائحة تشبه رائحة الطعام او رائحة شيء معين هي ريخت اس ناخ اسن هي ريخت اس ناخ اسن يعني هنا تبدو الرائحة مثل الطعام او اس ريخت هي ناخ بلومن اس ريخت هي ناخ بلومن يعني هنا تبدو الرائحة مثل الزهور ايش هاس اس من مينة كلايدونج ناخ سياغتن كوالم ريخت يعني انا اكره ذلك عندما تكون رائحة ملابسي مثل رائحة دخان السقار دير فيش شتينكت دير فيش شتينكت يعني السمك فيه رائحة كريهة كيف انا ممكن اقول الرائحة كانت مروعة كانت فضيعة كانت رهيبة دير جروخ بمعنى دير جروخ يعني الرائحة يعني الرائحة كانت فضيعة دير جروخ يعني الرائحة كانت مروعة دير جروخ دير جروخ يعني الرائحة كانت رهيبة وطبعا كل هاي امور سلبية هذا كان درسنا اليوم اتمنى ان تستفاديتوا من الدرس لو استفاديتوا فعليا لا تنسون تكتبونها لكم بالتعليقات والضغطون زر الاعجاب حتى تدعمونا نزل فيديوهات جديدة نلتقيكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته